يطول أمد الحرب وتزداد تداعياتها غير أن الوضع الاقتصادي هو المتضرر الأكبر منها 2017 كان الشاهد الأبرز على انهيار الاقتصاد اليمني ففيه تعاظم جرائم الميليشيا في النهب المنظم لثروات اليمنيين بعد استنفاذ خزينة الدولة ونهب الاحتياطي النقدي إبان الانقلاب تهاوى فيه الريال اليمني مسجلا انخفاضا غير مسبوق أمام العملات الأجنبية تجاوز فيها سعر الدولار 450 ريال وفيه عجزت الحكومة عن الوفاء بالتزاماتها المالية ودفع رواتب الموظفين لمعظم أشهر العام ومعظم محافظات اليمن إنه حصاد الانهيار الاقتصادي للعام الثالث على الحرب حرب انكبدت الاقتصاد اليمني خسائر تجاوزت 58 مليار دولار بحسب تقديرات سافقة كما فقدت قرابة 40% من الأسر اليمنية مصدر دخلها الرئيسي بعد توقف شفه كامل لمصادر الدخل والإنتاج المحلي وتضاءل دخل الأسرة مما زاد من معدل الفقر وانهيار العديد من القطاعات كصيد الأسماك والزراعة الذين أفقدا أكثر من 50% من اليد العاملة فيهما مصادر دخلها أما على مستوى الدولة فقد تسبب توقف الصادرات النفطية بحرمان الدولة من 70% من ميزانيتها نهيك عن غياب مصادر دخل في قطاعات أخرى عن خارطة موارد الدولة كالصناعة والزراعة والسياحة خلال العام كانت هناك محاولات متعددة في انتشال الوضع الاقتصادي حيث أعلن رئيس الحكومة أحمد عبيد بن دغر مطلع يناير من العام المنصر عن انتهاء أزمة السيولة النقدية في البنك المركزي مع وصول 200 مليار ريال إلى عدن من أصل 400 مليار طبعت في روسيا وفي مطلع فبراير أعلن الرئيس هادي عن استعداد سعودي لوضع ملياري دولار كواديعة لدعم الاستقرار المالي وتعزيز الثقة بالاقتصاد الوطني وفي العاشر من شهر مايو عقد في العاصمة السعودية الرياض اجتماع التعافي وإعادة الإعمار في اليمن برئاسة السعودية وممثلين لأكثر من 50 دولة ومنظمة وصناديق ومؤسسات مالية لتقديم الدعم المالي واللوجستي لليمن في المرحلة المقبلة وبالرغم من المبالغ الكبيرة المعلن عنها والجهود المحلية والدولية لانتشال الوضع الاقتصادي اليمني لا يزال البلد يشهد أسوأ مجاعة في تاريخه خصوصا مع استمرار سيطرة الميليشيا على العديد من موارد الدولة كميناء الحديدة والمصانع وإرادات الضرائب والجمارك ناهيك عن السوق السوداء التي فتحت الباب لإثراء طبقة واسعة من قيادات الحوثي على حساب قوت المواطن غير أن اتهامات الفشل طالت الحكومة الشرعية في الملف الاقتصادي لكن يظل التساؤل عن وضع اليمنيين في 2018 وهل هناك ميزانية للحكومة فعلا كما أعلنت الشرعية